موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج حوار الأسبوع والذي نستضيف فيه الدكتور عمار غول وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية في الجزائر أهلا ومرحبا بك للوزير شكرا لكم جزيلا معاني الوزير دعنا نبدأ من الوضع الحالي لقطاع السياحة في الجزائر كيف ترى في ظل الأوضاع الحالية هو أولا كما تعلمون أن قطاع السياحة في الجزائر الذي عرف خلال سنين طويلة عرف عدم العناية الكافية به كقطاع وعرف ظروف خاصة به لأن كما تعلمون جيدا أن الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال يعني من أكثر من ستين سنة بنيا بطريقة كلية يعني الاتكال الكلية على المحروقات ومداخل المحروقات وعندها جل القطاعات الكبيرة المنتجة لم تحظى بالعناية الاقتصادية الهامة اللازمة هذا لا يعني أن هذه القطاعات ليس فيها شغل لا يعني أن هذه القطاعات لم تنتج لكن مقارنة بقدرات الجزائر مقارنة بما تزخر به الجزائر من قطاع فلاحي من قطاع سياحي من إمكانيات صناعية لم تكن لها الأولوية اللازمة لم تكن لها الأهمية اللازمة لتصنع اقتصادا قويا متنوعا خارج المحروقات ويأتي البرنامج الأخير للسيد رئيس الجمهوري عبد العزيز بودفليقة ومخطط عمل الحكومة هذه المرة لينقل نقلة نوعية توجه الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي يتكئ كلين على مداخل المحروقات إلى ضرورة بناء اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات ولذلك في برنامج سيد رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة تم في هذا الإطار تحديد أولويات واضحة الاقتصاد الوطني ومعالم واضحة الاقتصاد الوطني وتم رصد كذلك ميزانية واضحة وخاصة لبعض القطاعات كأولوية وفي هذا الإطار تم اختيار خمس قطاعات حيوي لتكون أو من خلالها يبنى اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات هذه القطاعات هي قطاع الفلاحة قطاع السياحة قطاع الخدمات وقطاع صناعة المعرفة هذه القطاعات الخمس اليوم تعد هي القاطرة التي نسعى من خلالها لبناء هذا الاقتصاد الوطني المتنوع خارج المحروقات نرجع إلى سؤالك اليوم قطاع السياحة نقدر نقول أنه قطاع ناشئ قطاع يبتدئ في الاتجاه القوي في الاتجاه الصحيح في الاتجاه الاقتصادي العميق إذن اليوم نقدر نقول أنه تم الانتقال من قطاع سياحة كان يعيش على هامش الاقتصاد الوطني إلى قطاع سياحة اليوم يعيش في قلب الاقتصاد الوطني بل يعتبر من الركائز الأساسية لجر الاقتصاد الوطني نحو التنوع ونحو الاستدامة خارج المحروقات طيب مع الوزير على ذكر تراجع أسعار نفط وتأثيرتها على الدول النفطية والتي تعتمد على الريع النفطي كيف ترى وضع القطاع السياحي في ذلك هذه الظروف نقول في الجزائر ربضارة نافعة هي فعلا أن تذبذب أسعار للبترول الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم ليس فقط الآن الآن ليس فقط الدول التي اقتصادها مبنية على ريع البترول هي التي تعرف صعوبات مالية والصعوبات المالية هي التي تقود إلى الصعوبات الاقتصادية وإنما كل العالم كما تعلمون الإشكالية أكبر اليوم كما تعلمون في السوق النفطية الدولية أكثر من مليوني برميل فائض في العرض وكذلك على مسواء السوق العالمية اليوم كما تعلمون أن كل العالم يعرف ركود اقتصادي رهيب بل جل الدول حتى الدول الكبرى الدول النامية أو الدول الناشئة اليوم تعرف تراجع في نسب النمو الصين التي كان معول عليها لقيادة الاقتصاد العالمي اللي كان مؤشر نمو تح دائما بالرقمين اليوم الصين يعني أكثر تقدير يقول يعني اقتصادها إلى نسبة النمو لا تفوق سبعة فالمية أوروبا رقامها يعني معدلات النمو سلبية أو تتراوح ما بين واحد ثلاثة ضعيفة مقارنة بيعني ما كان متوخة بما فيها أمريكا يعني معدلات النمو مؤشرات النمو كل استراتيجيات والأهداف للدول النامية أو الناشئة وكل التكهنات وتحليلات الخبراء التي كانت معدى سلفا أصبحت اليوم في خبركان ضف إلى ذلك اليوم كل التحليلات خبراء اليوم يقولون أن سنة 2015 التي هي على وشك الانتهاء سنة 2016 وحتى سنة 2017 كل هذه السنوات ستبقى فيها معدل نمو سيبقى فيها معدل نمو سيبقى فيها مستوى الركود سيبقى فيها مستوى التنمية تقريبا في نفس المكان سيراوح الوضع مكانه خلال هذه السنوات إذن تنتظرنا سنوات صعبة عبر العالم في كل بلد وعبر العالم سنة 2016 و2017 ينتظر أن يتحرك النمو من جديد ويتحرك الاقتصاد من جديد عبر العالم وعبر كل بلد بداية من سنة 2018 ما هي الخطط المستقبلي لقطاع السيحة في الجزائر؟ الجزائر نقدر نقوله أولا فيه هناك صعوبات لكن فيه كذلك اليوم عند الجزائر مؤشرة قوية جدا لمواصلة النمو ومواصلة الاقتصاد الوطن من يعني الإيجابيات التي تنتز بها الجزائر اليوم أولا أن الجزائر في وقت قريب بعد ما جاء فخامت الرئيس عبد العز بوتفليقة إلى الحكم تم اتخاذ أمر هام جدا وهو مسح ديون الجزائر ديون الجزائر التي كانت تأول إلى حول يعني تتوجه حول 30 مليار دولار الدولة اخذت قرار بقيادة سيد رئيس الجمهورية ومسيحة الديون إذن اليوم ما عندناش عائق ديون خارجية وهذا مؤشر هام جدا في الاقتصاد اليوم ما عندناش عائق يعني على أننا نمول من منزاية الدولة ومن خزينة الدولة كذلك بما يسمى خدمات الديون في ظرف اقتصادي ومالي صعب وهذا كذلك من المؤشرات الإيجابية والشيء الأجمل اليوم في الجزائر لما نجيل قطاع السياحة مثلا اليوم فيه إقبال كبير جدا في الاستثمار في قطاع السياحة في الجزائر الجزائر بلد قار فيه يعني ساحل جذاب أكثر من 1600 كم الجزائر يعني يعني عرضها فقط 3000 كم من مدينة إلى مدينة من العاصمة إلى عين جزام بتمرس 3000 كم الجزائر لديها حدود تقدر ب7000 كم الجزائر أكثر من يعني 2.4 مليون كم بتضرسها بخيراتها يعني اليوم تتأهب وتعمل لتثمين كل المؤهلات والقدرات الموجودة في الجزائر من خيرات طبيعية من خيرات مادية ومن خيرات لا مادية وهذا ما نحن اليوم من خلال يعني الوزارة التي نشرف عليها تاية الإقليم نعمل في إطار تنسيق مع 21 قطع وزاري من خلال مخططة توجيهية لكل قطع إلى أفق 2030 في إطار توجيه هذا الاقتصاد في إطار هذا الاهتمام ضيف إلى ذلك قلت قطع السياحة في الجزائر اليوم 99% يعني اليوم سيبنى من خلال القطع الخاص والاستثمار الخاص والأموال الخاصة وبالتالي لا تؤثر عليه لا يعني انخفاض ولا شح ولا يعني أي مدخيل الميزانية التابعة للنفط معاني الوزير نستكمل هذا الحوار ولكن بعد فصل القصير أعزائي المشاهدين نستكمل هذا الحوار بعد فصل القصير ابقوا معنا أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا منكم مرة ثانية إلى برنامج حوار الأسبوع معاني الوزير نرحب بك مرة ثانية معنا في برنامج حوار الأسبوع معاني الوزير ما هي الأغرفة المالية الموجهة لهذا القطاع طبعا في ذل موازنة 2016 أولا نحن قلت اليوم أن قطاع سياحة أكثر من 95% اليوم من تمويله من حركيته بالاستثمار تعمل مبنع القطاع الخاص إذا ليس من ميزانة الدولة وهذا الشيء الإيجابي جدا اثنين اليوم في الميدان لدينا حوالي ألف مشروع ستنجز في الميدان في مجال سياحة تخص المناطق الساحلية تخص المناطق الجبلية الغابية المناطق الداخلية ومناطق الهضاب العليا وتخص الصحراء الجميلة الرائعة هذه المشاريع إذن موزعة عبر كل تراب الوطن تخص بناء قرى سياحية تنخرط جماليا وإيجابيا مع البيئة والمحيط وتخص بناء منتجعات سياحية بناء بما يسمى الفضاءات السياحية أين فيها؟ تكامل وتجانس مبين قطاع السياحة والنزه والطرفيه من جهة وقطاع الثقافة وقطاع الرياضة وقطاع الصحة كذلك خذينا العبرة والدروس من ما تم إنجازه في الدول المجاورة والدول الأخرى في مجال السياحة إذ اليوم مجهنا كل الاستثمار السياحي في الجزائر إلى مشاريع مستدامة وليست مشاريع فصلي أو مشاريع يعني مرحلية كذلك في هذا الإطار هذا الألف المشروع منها فنادق حضارية منها فضاءات سياحية هامة جدا على كل مستويات منها كذلك السياحة الطبيعية منها السياحة التي تندمج مع البعد الفلاحي منها السياحة التي عندها علاقة بالبعد الديني كالمعالم الدينية الهامة جدا لما نتكلم عن المعالم فالجزائر تزخر بتراث هام جدا تراث يعود إلى ما قبل الإسلام قرون عدة حضارات مرت بالبلد القارى الجزائر عدة حضارات رومانية إغريقية بيزنطية يعني تعود إلى ألاف يعني السنين وعندنا تراث ما بعد الإسلام تراث يعني العرب الإسلامي حريق جدا كذلك في الجزائر ففيه معالم تاريخية هامة جدا وعندنا تراث كبير جدا وثبين جدا وتراث ثورة التحرير المباركة إذن كل هذا يدحم كذلك البعد السياحي والمعالم السياحية في الجزائر ضيف إلى كل هذا اليوم نحن منشغلون ببناء مرافق الاستقبال ومنشغلون بالتكوين ومنشغلون بتأهيل المهارات والكفاءات التي تؤثر قطاع السياحة على سبيل المثال اليوم فلدينا في مجال التكوين يعني مدارس مستوى دولي يعني تكون مستوى خمس نجوم فما فوق كالمدرسة التع السياحة والفندقة الموجودة بعين بنيا اليوم فهي مدرسة جزائرية بالشراكة مع مدرسة لوزان السويسرية تأطير تحى من خبارات دولية ويعني تكون قدرة تكوين تحى ألف مقعد على كل مستويات مستوى البسيط مستوى لسانس مستوى الماستر ومستوى الدكتورة في مجال الخدمات والنشاطات السياحية والنشاطات الفندقية إن على مستوى التسيير أو الماناجمنت أو على مستوى الماركوتينج أو على مستوى كل الخدمات إذن كل هذا يعني نقدر نقوله يدعم البعد السياحي في الجزائر والسياحة في الجزائر لن تتأثر قلت لن تتأثر بالعكس السياحة في هذا الظرف تتأثر إيجابيا لأن حتمية الذهاب إلى اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات يفرض علينا قلت على أننا نزيد في السرعة ونزيد في إتقان العمل ونزيد في بعد النظر الاستشرافي لهذا القطاع على ذكر مساهمة السياحة وقطاع السياحي في نتيج المحلي ما هي تقديراتك لـ 2015 و2016 بكم سيساهم هذا القطاع في الميزانية وخزينة الدولة أولا نقول لك أن أعطيك رقام أن أولا المشاريع التي في طور الإنجاز اليوم من خلال ألف مشروع والمشاريع التي نحن نؤهلها لتنطلق بداية من 2016 يعني حوالي 2500 مشروع جديد سينطلق بداية من 2016 يعني هذا رح يشكل ما بين 10 إلى 20 مليار دولار استثمار في قطاع السياحة وهذا يعني بنسبة 95% من الاستثمار الخاص ومن القطاع الخاص هذا بخص السياحة في الجزاء ضيف إلى ذلك اليوم السياحة قلت نحن نبتدي نحن في البداية مشاركة سياحة في الاقتصاد الوطني في الناتج الداخلي الخام الجزائي اليوم تقدر بـ 2% فنحن من خلال ألف مشروع الأولى التي هي اليوم في طور الإنجاز والتي نبدأ في تسليمها هذه المشاريع سنوات 2016-2017 يعني قريبا جدا فنتوخى من ذلك ونستهدف أن نرفع نسبة النمو أو نسبة يعني مساهمة قطاع السياحة من 2% إلى 10% لنصل إلى يعني المعدل المطلوب المعدل الدول المطلوب لمساهمة يعني قطاع السياحة عبر يعني في الاقتصاد في الاقتصاديات للدول ونعمل بعد الدفع بـ 1500 مشروع جديد إلى رفع هذا المستوى إلى أبعد من ذلك السياحة عندها كل هذه المؤشرات والمؤهلات لتصل أبعد ضيف إلى ذلك نحن من خلال هذه المشاريع سنصل إلى عرض إلى إنجاز عرض يقدر بـ 500 ألف سرير كطاقة استقبال في الجزاء و500 ألف سرير حسب المعطيات وحسب المؤشرات المؤشرات المنظمة العالمية للسياحة تتطلب أو تدر علينا 200 ألف و 500 ألف منصب شغل جديد و 200 ألف و 500 ألف منصب شغل جديد في كل الوظائف الخاصة في مجال السياحة 200 ألف و 500 ألف منصب شغل جديد مباشرة ولا ننسى أن في سياحة كل منصب مباشر على الأقل فهو يجر معه على الأقل ثلث مناصب يعني غير مباشرة ضيف إلى ذلك لا ننسى أن في مجال السياحة لما تنطلق السياحة حسب المعايير نفسها تعالى منظمة العالمية للسياحة فلما ينطلق بقوة قطاع السياحة فقطاع السياحة يجر معه 50 قطاع وهذا يعني مدون ومعروف ومسجل في كل أدبيات وفي كل يعني معطيات المنظمات العالمية للسياحة إذن فيه يعني تطور إيجابي في هذا الإطار نحن متفائلين كثير 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 بقطاع السياحة فقط كذلك لا ننسى في الجزائر نحن رتبنا أولوياتنا وبالمناسبة فرتبنا هذه المشاريع وهذه الاستثمارات إلى ثلث برامج أهمة جدا البرنامج الأول وهو موجه إلى السياحة الداخلية يعني السياحة للأسرة والعائلة الجزائرية البرنامج الثاني موجه إلى السياحة الخاصة بالجارية الجزائرية في الجزائر وهي بالملايين والبرنامج الثالث وهو موجه إلى سياحة يعني الأجانب وفي هذا الفضاء وما اقترحناه يعني وما اقترحناه كبلد وما اقترحته كوزير للسياحة أن في هذا الفضاء الأجانب أننا نخصص برنامج خاص للفضاء العربي في إطار تشجيع يعني السياحة البينية في إطار الوطن العربي أو السياحة المتعددة للأطراف في الفضاء العربي طيب علي الوزير كل دول طبعا لتعتمد على السياحة كمداخل رئيسية للخازينة تسعى إلى استقطاب رؤوس أموال هل وزارة السياحة في الجزائر أو الدولة الجزائرية تسعى إلى استقطاب هذه الرؤوس والاستثمارات الأجنبية احنا أولا لحد الآن أقول ليس لدينا مشكلة تمويل المشاريع في الجزائر لأن قلت لك اليوم 95% من المشاريع اللي راهي اليوم قيدا لإنجاز هي من تمويل المستثمرين والخواص الجزائري معنا شي اشكال لكن من بين هذه المشاريع هناك عدة مشاريع في إطار الشراكة مع دول يعني الخارج فيه مستثمرين يعني من الإمارات للعربية المتحدة فيه يعني مشاريع هامة جدا فيه عدة مشاريع يعني في إطار الشراكة مع الدول الخليج مع الدول العربية ودول أوروبا وأوروبية ودول أسعوية إذن فيه عدة مشاريع شراكة لكن هذه الشراكة ليس ما بين القطاع العمومي وهاتي الدول أو المستثمرين الخواص الأجنب وإنما هذه الشراكة نحن نقطرها ونحفزها ما بين المستثمرين الخواص الجزائريين والمستثمرين الخواص لهاتي الدول وفي هذا الإطار بطبع الحال فيه بما يسمى تركيبة تركيبة في إنجاز المشاريع إن على مستوى التركيبة المالية أو التركيبة فيما يخص الاستغلال فيما بعد أو فيما يخص التسير وفي هذا الإطار نحن نرحب في الجزائر ونحفز ونشجع اليوم لاستثمار في قطاع السياحة في الجزائر لماذا؟ لأن قطاع السياحة في الجزائر اليوم قطاع واعد قطاع مربح وعلى الفور لأن قلت اليوم مثلا ما نعطي أمثلة اليوم على مستوى التراب الوطني لدينا عرض يقدر بمئة ألف وربعة ألاف سرير ونحن هدفنا في المدى القريب وهو الوصول إلى بناء خمسمائة ألف سرير إذن هذا يتطلب يعني فعلا سرعة في الإنجاز ويتطلب كذلك عملية يعني تتسير تعكل هذه المرافق ويتطلب كذلك مرافقة مالية إذن في هذا الإطار نحن نرحب شراكة على ثلث مستويات شراكة على مستوى البعد يعني على مستوى الهندسة والدراسات نرحب بالشراكة من خلال شركة الإنجاز للمرافق نرحب بالشراكة من خلال التمويل والدخول في رأس المال مع الخواص الجزائريين ورابعا نرحب بالشراكة في مجال تسيير واستغلال هذه الفضاءات إذن نحن اليوم نقدر نقول أننا عدة دول تشارك في هذه المشارع الاستثمارية واليوم من خلال تحفيزات الجديدة ومن خلال مرافقات الجديدة ومن خلال تسهيلات الجديدة فنحن ندعم بقوة الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر وندعم بقوة أكبر الاستثمار العربي نحو الجزائر لأننا كذلك في هذا الإطار نريد أن ندعم وأن نقوي التراث العربي الإسلامي من خلال المشارع الاستثمارية في الجزائر طيب معالي الوزير السؤال الأخير كيف ترى أفاق السياحة في الجزائر في ظل ظروف الرهنة أولا نحن وضعنا الأفاق إلى مستوى سنة 2003 ووضعنا برامج سنوية وبرامج خماسية لقطاع السياحة وأنجزنا مخطط وطني لتنمية قطاع السياحة هذا المخطط يرميه بطبيعة الحال إلى أفاق 2030 باستكمال كل هذه المشاريع الاستثمارية لهمة جدا وبعد استكمال كل هذه المرافق لهمة جدا عبر كل تراب الوطن عندها نستطيع أن يكون لنا عرض من خلاله نستقطب ما مقداره معدل ما مقداره 20 مليون سائح سنوية ببناء كل المرافق التي هي اليوم مبرمجة من خلال هذه المشاريع الاستثمارية يعني 1000 مشروع اللي رأي في الإنجاز و 2500 مشروع التي ستنطلق سنة 2016 اثنين أننا نرفع قلت مستوى مساهمة قطاع السياحة في الناتج الداخلي الخام ما بين 10 إلى 15% وهذا رقم يعتبر هام في الاقتصاد الوطني واحتى في الاقتصادية الدولية ضيف إلى ذلك إننا نطمح إلى كذلك استحداث مع هذه المشاريع ما لا يقل عن 400 ألف منصب شغل يعني مستدام مباشر في قطاع السياحة ونطمح كذلك بطبيعة الحال أن بالحركية والدينامية التي سوف يتحرك بها قطاع السياحة سنجر جل القطاعات التي لديها تأثير مباشر بقطاع السياحة كقطاع الخدمات كقطاع النقل كقطاع الثقافة ككل القطاعات التي لديها علاقة أو تأثير مباشر بقطاع السياحة معالي وزيرة تهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية الدكتور عمار غول باسم الخاص واسم قناة سين بي سي عربية نشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الشيء أعزائي المشاهدين للقاء قريب إلى اللقاء اشتركوا في القناة